ونبدأ قبلتنا من فقرة الصحافة من داخل القلعة الحمراء وأهم الصفقات اللي تم إعلانها مبكراً بالنسبة لكل الأندية في الدور المصري من كلاد مركات والشتاء هي صفقة النادي الأهلي اللي أبرمها وضم إلى النادي الأهلي خدمات اللاعب محمود عبد المنعم الكهرباء كأول الصفقات اللي تم الإعلان عنها بشكل رسمي يعني وكل الجمهير كانت في انتظارها على مدار أكتر من شهر وحصل بالفعل أن محمود عبد المنعم الكهرباء خلاص مضى للنادي الأهلي ولكن إمتى بقى ممكن فعلاً نشوف اللاعب داخل الملعب من بداية يناير طبعاً الجمهير النادي الأهلي منتظر أن هي تشوفه بيشارك وخصوصاً مع الإصابة اللي لحقت برمضان الصبحي واللي كان دايماً فيه شكوك حول مين هيكون بيشارك في مركز الجناح بشكل فيه استمرارية لأن رمضان الصبحي والأداء اللي كان بيقدمه مع النادي الأهلي وأيضاً مع منتخبنا الأولمبي أن الصعب أنت تكون بتبدل مكان رمضان يقدر يلعب كرقم عشرة وكمان ممكن نحمود عبد المنعم الكهرباء يلعب كرقم تسع ولكن بيبقى أن اللاعبين في مركز الجناح بيقدموا كرة ويقدموا عروض أفضل بكتير عن المراكز الأخرى فمقارنة بكده كان ممكن يحصل الدبيت ده بالنسبة للجهاز الفاني هيكون بيشرك مين بشكل أكبر إصابة رمضان صبحي بتأكد أن في التويت الحالي هيكون بيسعى أو بيسعى مجلس إدارة النادي الأهلي أنه يكون بيحصل على كدمات اللاعب من أول يناير بغض النظر بقى خالص عن أي مشاكل هتكون بتلحق باللاعب سواء بقى من التصريحات فيما يخص أنه لسه في عقده مع نادي الزمالك ولا يحق ليه أنه يكون بينتقل إلى نادي آخر وقصة تانية بقى اللي هي من خلال اللجنة الخماسية واللي أعلنت اشترطت بقى اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة سداد النادي الأهلي لمبلغ 8 مليون جنيه قبل قيد محمود عبد المنعم كهرباء لعب الفريق الجديد في فترة الانتقالات الشتوية ولا تكون بتبدأ من أول يناير اللي جاي وفقا لموقع اليوم السابع فإن مصدر باللجنة الخماسية كشف عن أن النادي الأهلي عليه مستحقات متأخرة للجبلية بتبلغ 8 مليون جنيه عبارة عن نسبة اتحاد الكرة من توثيق عقود لعبين سابقين بجانب بعض الغرامات المالية الموقعة على النادي واللي لم يتم سددها واتخذت اللجنة الخماسية قرار بعدم السماح للأهلي أو أي نادي بقيد في يناير اللي جاي إلا بعد سداد المستحقات المتأخرة خاصة وأن اتحاد الكرة بيمر بضقيقة مالية وبيحتاج لسيولة مالية في أقرب وقت أكيد الاتحاد التوقيت الحالي مع فكرة أنه حابب يطبق تقنية الفار أكيد يكون حابب يحصل على كل المستحقات المالية اللي على الأندية المتأخرة ولكن أكيد النادي الأهلي هيكون بيعمل كل اللي يقدر عليه في التوقيت الحالي علشان يحصل على خدمات محمود عبد المنعم كهرباء انطلاقة من مركاته الشتاء والتحديدة من شهر يناير فهنشوف أكيد خلال الساعات اللي جاية الاتفاق اللي يتوصل إليه مجلس إدارة النادي الأهلي مع الجبلية أو مع اللجنة الخماسية المعنية بإدارة شؤون الاتحاد المصري في هذا التوقيت على مدار السنة